اشهد الوفد الصومالي بالدور الإنساني والتنموي يقوم به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في دعم الصومال في كافة المجالات مثمنا بشكل خاص جهود جلالته المقدرة لإعادة ترميم وتأهيل الجامعة الصومالية في العاصمة مقديشو والتي تساهم في تخريج الآلاف من الطلاب الصوماليين حرصا من جلالته على دعم مسيرة التعليم في جمهورية الصومال من جانبه أكد العصومي على دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية الصومال قائدا وحكومة وبرلمانا وشعبا ومساندتها في كافة الجهود التي تقوم بها سواء في مسيرة التنمية الشاملة أو في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد ترجمة نانسي قنقر